السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع الهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالتخصيص تحديدا لنقصة الوزن وصفة اليوم هي للنساء ولرجال وهي عبارة عن مشروب للتخصيص وليست وصفة عبارة عن علاج موضعي أو وصفة للاستخدام الخارجي وإنما وصفة عبارة عن محلول أو مشروب للتخصيص ولا أرواع البناث نتمنى يا رب أنكم تجربوها وتكتبوونا في التعليق أو في كومنتا كيف أجدتكم الوصفة بعد ما جربتوها وشنا الإعجاب دلكم وشنا التردة دلكم وش سفتو منها وش ما سفتوش منها أنا أكيد حبيباتي في انتظار كل التعليق دلكم الرائعة والجميلة لكديد تجعني على المزيد من تقدم ونجاح والعطاء والإستمرارية في القناة فالمكون الرئيسي للغوست كما لاحظوا في الصور المصغرة للفيديو هو العدس كما تقولولو حنا يا بالمغربية تقولولو العدس العدس لبنات غزال بزاف سواء كليناف لسالات كليناف الشيوات كما تقولو حنا في واحد القاملة ديال العدس أكيد العدس بصفة عامة في المدخلات يجيزوين بزاف ولكن اليوم ما غنحتاجوها للتخصيص ما غنحتاجوش يعني فوجبات وإنما عبارة عن مشروب نتمنى أنكم تبقوا تدخلوه تستخدموه في هاد الوصفة أكيد ولكن تبقوا تدخلوه بزاف ديال الأكلات وعلى الأقل إذ يكون حاضر مرة أو جوشة المرة في الأسبوع ضروري لبنات رهزوين بزاف قبل ما مشو حبيباتي تعرفوا على مكونات الوصفة ومتعرفوا على المكونات التانوية لأن العدس مكونات مكون رئيسي ولكن معنا مكونات إضافية أو لا تانوية باش نزيدو نعطيو الوصفة مصداقية ونجاح أكبر وفعالية أكثر قبل حبيباتي ما مشو نتعرفوا على هاد الأشياء أريد أن أرحب بجميع المتتبعات وبجميع الناس وبجميع المتتبعين وصفة اليوم للرجال وللنساء وخصوصا للرجال فأريد أن أرحب بجميع المتتبعين ونقول لكم مرحبا وألف مرحباي لكن أنت أول مرة كتزوريني ما تنسيش تشتركيش نوكت سني اشتركي في القناة وفعلي زل الجرس خليلي تعليقاتك اقتراحاتك استفساراتك الأسئلة ديالك كل ما كيتعلق بيك في الكامونت أو في الكومونتاغ أو في التعليقات خليلي لناها دشي كامل نبغان رحبي على رأس والعين وبسم الله لبركاتي الله مشو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة سهلة مهلة رخيصة الحمد لله في المتنول ديال جميع طريقة تحضيرها استخدامها واستعمالها كذلك فأول مكوين كما قلنا في الفيديو هو العدس ستحتاجي معي كمية ديال العدس الكيمياء اللي حبيتي وعلى حسب الرغبة ديالك ستحتاجي معي إن شاء الله التاني مكوين لي هو الكامون البلدي الكامون اللي بنات زوين بزاف خدي سواء حبوب أو لبودرة بزاف تنسأتي يقولوا لي واش الكامون حبوب أو لكامون بودرة فهد الوصفة اللي استخدمتي هراها مزيان سواء بودرة أو للكامون حبوب مهم نوعية ممتازة ماشي النوعية يعني النوعية تكون رخيصة اللم الأحسن تاخدي نوعية مزيانة لأنه خصوصا في الوصفة ديال التخصيص يعني ضروري ما تستخدمي أشياء اللي هي مزيانة بزاف باش تكون الفعالية حاضرة وبقوة لأنه حتى هالتوابل فاش تيكونوا شوية مثلا عندنا مدة طويلة في البيت هرا ما تيبقى واش مركزين في ذيك الفعالية ديانا وكاتب دات نقص تدريجيا بالنسبة الثالث مكوين غتحتاجي معي القرفة أولى الدارسين تكون حتى نوعية مزيانة وهنا خديتها البلدية خديتها القرفة البلدية والكامل البلدي ماشي الرومي من الأحسن غتحتاجي معي إن شاء الله إلى وحد نص حمضة مقطعها كده يا شرائح ممكن تتاخدي حمضة قاعدة حبيتي لكي حرية الإخسيار فأنا كي تختاري الكيمية لغا تناسبك وغادي تحتاجي معي إن شاء الله الخل ديال التفاح نايا عندي هاد الخل هذا زوية لبنات تيخدي أي خل توفر عندك المهم خل التفاح لبنات بصفة عمارة زوين كما لاحظت هنا يا مكتوب يخلط خل التفاح الأصيل أو أي خل عندك مع العسل ويأخذ منه جوشة المعالقة كبيرة أو كبار عند النوم أو ملعقة كبيرة مع قليل من الماء الدفع وممكن تخديه بعد الوجبات ثلاثة يعني الرئيسية الفطور والغداء والعشارة زوية اللبنات إلا بقتي كتستخدمي غير بحدي ترعيتك نتائج إلا جاك تكل بنا أو لغو ديال وغير مستحب فممكن إضافة ملعقة من العسل كيفما هو مكتوب ستحتاجي معي إن شاء الله إلى عشبة أخرى وهي آخر عشبة إن شاء الله في هذا الفيديو واللي هي إكليل الجبل سنوريه لكم نوريكم الشكل ديال إكليل جبل إكليل جبل معروف بالفوائد دياله الرائعة وعشبة زوينة بزاف كتدخل في عدة وصفات ستحتاجي معي كميات ديال إكليل جبل هادو هما المقادر اللبنات فدبوا باش ما نطولش عليكم كتر ندوزول طريقة التحضير ففي كسرول أو لا في أي حاجة ممكن ترفع فوق النار كتضيفي كمية من العدس أو العدس أنا ما غنضيفش كل شي ضفتغير كمية من العدس هادي نضيف دوك شرائح ديال الحامض وغادي نضيف كمية ديال الدارسين أو القرفة مع كمية ديال الكامون كمية ديال البلدية كتاخذي واحد لكوب يكون ديال المبارد وكتخلطي كل شي حاولي تخلطي مزيان هديك القرفة لأن القرفة ما كتتخلطش بسهولة دروري ما تخلطي عدة مرات كما كتلاحظو في الفيديو أمامكم الآن وحتى الكامون تهوخصو يتخلط مزيان كما قلنا القرفة سواء عواد ولكامون سواء حبوب ممكن استخدامهم حبوب مشي مشكل مزيان كميزة مزيان كميزة الڤوط مزيان على حقها وطريقها كما سنقوله ده بغدين دوزول تصفية ديالها ولكن حاجة ما اذكرتهاش اللي هي مهمة في لا فيديو هي أنكم بعد ما كتحركو كتاخدوها دلي كسرول وكتوضعوها فوق نار بهي للمدة ديال 15 دقيقة ول 20 دقيقة حتى 30 دقيقة ماكسيموم أي على الأكتر بعد ما كتحسو بالفعالية ديال المشروب بدات يعني حاضرة من ناحية ديال الريحة يعني كل شي كتلاحظوه تخلط الحمد حتى وطلق ديال البنة ديالو القرفحة هي لعدس حتى وكي بديت بال ويتلق الفعالية ديالو ولكامون وكل هاد العناصر كتلقوا الفعالية ديالهم بزيان عاد من بعد كتدوزو تخليه المشروب يبرد شوية لمدة ديال 15 دقيقة وتصفيوه بصحة والراحات شي اللي غنعمل معكم الآن خلتفح الناس اللي كتتسأل علش مضفتيش أنا ما كنضيفوه شهو اللول كنخليوك آخر شيء هادي ينضيفوه اللي محلول فنضيفوه بل طريقة التحضير بسم الله انتو ماذا والمشروب او المحلول اللي غدي تحصل عليه اي سيدة واي رجل ايضا فدبا بعد ما كتخليه برد كيصبح جاهز غير هو أنا غدي نسموه هنا بالخل ديالتفح الناس اللي كتقول لي خلتفح ره مبنين شاي يعني اللي بنا دياله مزويناش احنا في هاد الفيديو استخدمنا القرفة والقرفة في حدة تكتعطينا تحلية طبيعية بدون اضافة يعني نزيدو نحليو المشروب كتر ولكن الى ما قدرتش مثلا جربتي المشروب وما قدرتش مثلا تشربه بدون تحلية فممكن اضافة ملعقة من العسل سواء عسل نحل الحر او عسل طبيعي او عسل السكر ولكن كاول شيء نسحك انك تجربي بعدها تحاولي تجربي حتى وإن ما عجبك شاي الحال ممكن يعني ممكن تضيفي ملعقة من العسل ولكن من الاول ما تضيفيش العسل دي غيكتمو حاولي تشربي بعدها المشروب جربيه إلا عجبك تضيفي العسل إلا عفوا إلا ما عجبك تشربي العسل تضيفي العسل ولا عجبك شربي هكده من الأحسن وده با كما قلنا غدي نضيف معكم خلتو فح خلتو فح خلتو فح البنات متفقة معكم البنات ديالو نوعا ما غير مستحبة ولكن راكي بقى شي حاجة زوينة بزاف لتخصيص أنا غنعمل معكم هنا غير جوج معالق أنا صراحة يعجبني بزاف بزاف وكنحاول أنني نبقى ديما نستخدمو في الوصفات الطبيعية ديالي وكما قلت لك إلا بغيتي عطيك نتيجة حاولي التخضيه بعد الوجبات الرئيسية الثلاثة ليهما بعد الفطور وبعد الغضاء وبعد العشاء غير معالقة إلاجاتك غير البنات ديالو غير مستحبة موذكين تحليه بواحد كيميا قليلة من العسل في كل ملعق فبعدما كتحركي كتشربيه بصحة وراحة ديبا غادي ندو زوغير كيفاش طريقة ديال الشورب ديالي واش صباح واش بدليل واش فلاش ها كيفاش نشربو هاد المشروب ديح الدرس معاكم اليوم في هادالفيديو ليهو غزال بزاف فطريقة لليال شرب ديالوي غادي تاخدي كوب قبل وجبت لليالفطور واش لiate ي نحن نعطيه دهون في الجسم كاملة ما الأحسن يخطوه بعد الوجبات الفطور نتمنى البنات نكون أعطيتكم واحد الفكرة وملاحظة بسيطة على الوصفة كيفاش كتتم كيفاش كتتخدم لأنه كما قلت لكم الوصفة ترا نجربهم شخصياً نحاول نعطيهم وقت واحد الأسبوع أو أسبوعين عاد نجي نبغتا جيها معكم ولكن في خلال ذاك الأسبوع نجرب عدة وصفات مشيغر وصفة واحدة لكي نجيكم يومياً بالجديد وبأي حاجة زوينة تفيدكم وتستفدوا منها سواء بالقليلة ولو بالكثيرها نجي نبغتا جيها معكم فحتنتوا مع حبيباتي فليس دعموني باللايكات لهذا الفيديو اشتركوا في القناة أشنوك تسني الناس لي مازال ما مشتركينش أشنوك تسني رادي ما تنجي بلك الجديد فاشتركي حبيبتي ودعميني باللايك وخليلي تعليقاتك تبتو وجودكم بتعليقاتكم أي حاجة في تعليقاتك رحب بها خليلي إيموجي خليلي تعليق زوين خليلي أي حاجة تبغيها كلمة في حقي أو كلمات في حقي فمرحب بكم كاملين وكملات حتى في الخاص كمرحب بالجميع وشكرا لكم حبيباتي على دعمكم المتواصل ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله وأي تساؤل أي استفسار بخصوص هذه الوصفة أو بخصوص أي موضوع آخر أو اقتراحات الفيديوهات الماجية فخليهم لنا في الكومنتر وبسلام عليكم شوفكم في فيديو ماجي إن شاء الله